خصصة هذه الندوة اليوم التي انضمها من سلطاني الحافظ الإنسان برواقه بالمعرف الدولي للكتاب لموضوع حقوق الإنسان في سياق زلزال الأطلس الكبير وكانت مناسبة لمقاربة عدد من الإشكاليات والتحديات التي تطرح في علاقتها مع الزلازل من زاوية حقوق إنسان ما هي الحماية؟ ما هي مضمون ومضامين هذه الحماية؟ ما هي صياغها وأشكالها؟ كيف يجب أن تكون هذه الحماية مضمونة لأنه الكوارث الطبيعية وبصفة خاصة الزلازل ومثالها زلزال الأطلس الكبير تطرح هذا النوع من الإشكالات كانت أيضا هذه الندوة فرصة للاطلاع على دراستين الدراسة الأولى التي أشرف عليها المجلس الوطني وتهم بعض الجماعات التورابية تقريبا 40 جماعة تورابية وطلعنا على منهجية عمل المجلس خلال هذه الدراسة وإلى الخلاصات العامة والمخرجات الرئيسية لهذه الدراسة حول زلزال الأطلس من زاوية مقاربة حقوق الإنسان واحترامي وحماية مبادئها ثم الدراسة الثانية طلعنا على مضامينها أيضا وعلى خلاصاتها وهي الدراسة التي قام بها المعهد المغربي لتحليل الدراسات وتهم أيضا كيف تعامل المواطن المغاربة أو عين من المواطن المغاربة مع زلزال الأطلسي وتدعيته وكيفيات التدخل ووسائل التدخل والإسعاف إلى غير ذلك أما العرض الثالث الذي استمعنا إليه فقد قارب موضوع زلزال الأساس الكبير من زاوية الإعلام والتواصل وكيف تعاملت الصحافة والإعلام سواء منها العمومي أو الخصوصي أو وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل ووسائل الإعلام والتواصل مع كارثة زلزال الأطلسي الكبير ومسألة الوصول إلى المعلومة الصحيحة وأيضا مخاطر ومنزلقات البعلومة المزيفة أو الزائفة أو المضللة في هذا الموضوع بطبيعة الحال المجلس عمله يقوم على أولا رصد انتهاكات حقوق الإنسان على أيضا قراءة لكل عمليات التدخل التي تم القيام بها أثناء هذه الأزمة من منظور مؤسسة دورها الرئيسي هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان رصد هل هناك هذه الحماية رصد خروقات حقوق الإنسان لحد الآن العمل بدأ ستصدر هذه الدراسة ثم بعد ذلك ستكون هناك دراسات أخرى ثم في نفس الوقت هناك أنصة وفعاليات تدرس تأثيرات هذه الأزمة مثلا نضمنا حلقة أغورا حقوق الإنسان حول التفاوتات المجالية وكان زلزال أطلس الكبير من بين العوامل التي دفعتنا إلى التفكير في دراسة هذا الموضوع بطبيعة الحال كل نقاش كل تقرير كل دراسة تخرج بتوصيات تقدم توصيات لصنع القرار للمسؤولين لكي يتم الأخذ بها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب من أجل أيضا معالجات الاختلالات الهيكلية بالخصوص الموجودة ربما في بعض المجالات ثم في نفس الوقت محاولة حل الإشكالات المتراكمة وتوضيح أن عدم حلها قد يكون عبء على منظومة حقوق الإنسان في بلادنا بالتالي فهذا هو العمل الذي تقوم به المؤسسة في نفس الوقت هناك ما يتعلق بمواكبة السياسات العمومية كيف يتم تصميمها كيف يتم تنزيلها تقييمها والانخراط في النقاش العمومي خصوصا بأنشطة مثل هذه الندوات التي تنظم في إيطال معرض الدولي الكتاب